بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي وطالباتي عبر قنوات عين Hello my students How are you today? All good? الحمد لله نبدأ الدرس لهذا اليوم المرحلة هي المرحلة الابتدائية لصفوف التربية الفكرية الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة لغة انجليزية وموضوع الدرس letters letter B والكلمات هي boy and box معكم إلهام الهوش Online class rules قوانين التعلم الإلكتروني Our class rules is قوانين الصفهية looking eyes ننظر جيدا إلى الدرس listening ears آذاننا تسغي وتستمع إلى ما يقال quiet mouth نلتزم الهدوء حتى نستطيع التركيز والانتباه في هذا الدرس helping hands نرفع أيدينا لطلب المساعدة ونقدم يد المساعدة لأصدقائنا عند الحاجة lesson 3 is letters الدرس الثالث بعنوان letters ماذا تعني هذه الكلمة؟ letters letter A letter B capital letter B small letter B letters تعني excellent الأحرف أو الحروف لذلك سيكون الهدف العام لهذا الدرس the main objective after this lesson lesson 3 you will be able to write and read the letter B مع انتهاء هذا الدرس بإذن الله ستتمكنون يا طلابي من قراءة وكتابة letter B أحسنتم learning objectives أهداف التدريس after this lesson you will be able to مع انتهاء هذه الحصة ستتمكنون يا طلابي من recognize read and write the capital letter B تمييز قراءة وكتابة حرف B الكبيرة recognize read and write the small letter B تمييز قراءة وكتابة حرف B الصغيرة recognize words that begin with the letter B تمييز كلمات تبدأ ب letter B مثل box ويعني صندوق boy وتعني ولد أحسنتم سبق وأن تناولنا هذا الحرف الأسبوع الماضي من يستطيع قراءة هذا الحرف what is this letter it's letter من يتذكر letter letter B great job repeat after me B B B excellent كما تعلمنا سابقا جميع الأحرف في اللغة الإنجليزية لها كم شكل شكلين شكل كبير وشكل صغير الشكل الكبير ماذا يسمى ك ك ك كابتل كبير كابتل أحسنتم الشكل الثاني صغير ماذا يسمى أحسنتم السمال السمال this is the capital letter B and this is the small letter B كابتل نفتح الكتب التمرين الأول ماذا نشاهد في هذا التمرين ما هي هذه الصور؟ هي صور لأشياء كلمتها تبدأ بلتر بي مثل ماذا؟ What's this? What is this? Books, repeat after me Books, books, books كلمة books تبدأ بأي حرف ننظر للكتاب كلمة books تبدأ بأي حرف Letter, B, great job ما هي الصورة الأخرى؟ ماذا نشاهد في الصورة الأخرى؟ What is this? Boy, repeat after me Boy 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 كلمة boy ماذا تعني؟ هل تعني ولد أم بنت؟ ولد أم بنت؟ ولد أحسنتم إذن boy تعني ولد وكلمة boy تبدأ بأي حرف نشاهد الكتاب تبدأ بلتر ماذا؟ B, great job أحسنتم إذن نفتح التمرين الأول Practice number one Listen and point ماذا تعني listen؟ نستمع ماذا تعني point؟ نشير أو نتبع نستمع للمقطع الصوتي معا B B Books Boy Great job أحسنتم يا طلابي إذن الكلمات هي Books and Boy Great job Practice number two التمرين الثاني Trace نكتب على النقط ما هو الحرف الذي سنقوم بكتابته؟ It's letter B Great job نبدأ بكتابة Capital letter B حرف B الكبير خط مستقيم ونصف دائرتين كما تعلمنا في الدرس الماضي This is capital letter B خط مستقيم ونصف دائرتين بهذا الشكل letter B سهل جدا فقط علينا تذكر اتجاه الحرف This is the small letter B سهل جدا خط مستقيم بنصف دائرة واحدة This way خط مستقيم ونصف دائرة واحدة Great job مرة أخرى Capital letter B فقط نكتب على النقط هنا نشعر بالتعب نطلب استراحة من المعلمة ونكمل هذا التمرين لاحقا لكن لابد من إنهاء هذا التمرين فكتابة الحرف يساعدنا على تذكر شكل الحرف عندما نرى مرة أخرى نكتب capital letter B and the small letter B بهذا الشكل هل انتهينا من هذا النشاط؟ أحسنتم يا طلابي من لم ينتهي من هذا النشاط؟ لا بأس نستطيع إكمال هذا النشاط في وقت لاحق الآن نفتح الكتب صفحة 354 page 354 practice number 3 التمرين الثالث color ماذا تعني كلمة color؟ color نلون أحسنتم color تعني نلون ماذا سنلون؟ سنقوم بتلوين الكلمات boy and box ونقوم بتلوين الصور صورة ماذا؟ boy and box وسيكون هذا النشاط home work واجب منزلي نقوم بحل هذا النشاط في المنزل recommendations أو التوصيات do your homework نحل الواجب المنزلي نقوم بتلوين الكلمات كلمة boy كلمة box ونقوم بتلوين الصور صور boy and box practice نتدرب نتدرب على ماذا؟ نطق letter B بشكل صحيح التمييز بين capital letter B and the small letter B ماذا أيضا؟ كتابة letter B بشكل صحيح كتابة capital letter B and أحسنتم small letter B ماذا أيضا؟ تمييز شكل letter B وتذكر اتجاه الحرف أحسنتم be prepared for the next class نستعد جيداً للدرس القادم سنبدأ بمشيئة الله ب letter C أحسنتم listen to an English language من المهم استمرار الاستماع إلى اللغة الإنجليزية لماذا؟ حتى تزداد عدد الكلمات وتزداد عدد المفردات لدينا وتصبح هذه اللغة أكثر سهولة درس اليوم all about the letters من يتذكر ماذا تعني كلمة letters؟ letters تعني الأحرف أحسنتم ما هو الحرف الذي تعرفنا عليه اليوم؟ it's letter B أحسنتم تعلمنا everything about letter B تعلمنا capital letter B and small letter B والكلمات التي تبدأ بletter B مثل ماذا؟ boy ماذا أيضا؟ books great job شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ート